وفي الاندبندنت أيضاً الأمم المتحدة تقدر حجم المساعدات التي يحتاجها السودان بأكثر من ثلاثة مليارات دولار مع اكتمال الشهر الأول من الحرب في السودان ودخول الشهر الثاني تفيد التقارير الواردة من العاصمة الخرطوم بتحول المدينة إلى ما يشبه أرض أشباح السير في طرقاتها مغامرة لا سيما في وسطها وفي الليل ذلك مع تصعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشكل كبير داخل العاصمة حيث أصبح من المعتاد للسكان سماع أصوات القصف المدوي مع حلول الظلام وأعلنت الأمم المتحدة أنها تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني وللاجئين بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية في ذلك البلد متوقعة أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام وفي مراجعة لخطتها من أجل السودان قالت الأمم المتحدة أنها تحتاج إلى 2.6 مليار دولار مقابل 1.75 مليار دولار في تقديرات ديسمبر كانون الأول الماضي وأشارت إلى حاجتها إلى 470 مليون دولار أيضا إضافي للاجئين الذين فروا من البلد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة